موسيقى بويا موسيقى 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 بويا كيفكم فودز؟ شو الاخبار؟ اليوم صار معي شغل كتير حلو انا ومساس فودز اوكي لفيه معلومة لازم اقولكم اياها عني يا جماعة انا بحسش بالبرد انا لازم المتمسح ما بحس بالبرد نهائيا ثلاث اشخاص كانوا يعانوا معي من هذا الموضوع انجد بشيثي احمد جميلي حمد جرار دور ثلاثة اصدقائي من الاردن كنا نكون قاعدين بالبيت ودينا برا عم تتلج انا اكون قاعد بس بالشورت وهم ملحفين وعم ببر يعني حاسين عم برجه بسببه فانا زالي ما بحسش بالبرد وما بتفرق عندي تلج مش تلج الحمد لله رب العالمين من ربنا هاي بس طبعا بسيط بسيح يعني انا بتحملش ندفة حرارة نهائيا يعني حتى الاضواو اللي انا حطفهم هون عم بيخدوني ازر عرض على العموم مش هذا موضوعنا اليوم روحت عالبيت بشكل طبيعي جدا لايت ميسيس فودز بتقولي يلا عالسوق ايش في مالك ايش القصة رح تتلج ورح تسكر الدنيا ولازم نروح نشتري مونة ذخير للبيت منت الحلال ايش طبحت هتلج يعني شو من الناحي بالصفات يعني ايزا اتلجت تلج هلومين ثلاثة اسبوع عنا بالبيت اللي كافينا والحمدلله لا 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 بدنا نجيب اغراض طبعا هاد لو قدام برشح لكم اياه ميسيس فودز انا عندي شبس وشوكولاتة وملبس ومصاص وهاي الدواوين وعلكة اللي بدي اقوله رحنا اليوم عم حل اسمه كرز موجود عنا هون بيرم الله شارينا كل الاغراض اللي بتلزمنا واتفاجأنا بشغلة كتير حلوة صارت انه بعد ما حسبنا عاملين اوفر بسبب الظروف اللي عم بتصير انه كل 100 دولار بتشتري فيهم حتى اقل من 100 دولار يعني هم فعليا ازا يجرينا نحسبهم كل 75 دولار فعليا او 75 دولار بتشتري فيهم اغراض يعني انا صلي يومين عم بقى تحارب انا وميسيس فودز بدي اتفتحها اقول لأ لما اصور بدي افتحها عشان فودزات يشوفوها فمن بعد سنك حبيبتي ازا ممكن بس تناوليني الهذا طبعا اي هلأ ميسيس فودز مش طايقيتني وطاقة حدا نفتحها هاي هدية جماعة شكرا لكبير كراز الفكرة تابتكم كبير لطيفة اوكي خلينا يا جماعة نكتشف طبعا معلش او انا زلمي همجي مضع رش اكون صبور لان امبين فيه اشياء ذاتي اي شاية هاي اش عارفة ايه ايه اكل كلاب هاي ولا ايش او لا اعرف هاي كراكر جاك باكوم نفس الشي اوكى او نايس وهن تدي لنا يا جماعة الفرش اونيون ديب من من شركة فريكتو يلوه هاي زي الليز هاي انت اعلم هي مع دوريثوس والعالم تبعي اوكي يا جماعة تلعينا ريثوس اللي مدام فدز بالمرة بتحبوش هذا عالمي هذا عالمي انا هذا انا عشقي وطدع لنا اللي هو الاوت هوني هاي للجماعة اللي هم بعمله ضايت ليلك ايه مع نفسك وفي عمنا كمان اوه هاي انتي ليلك كاراميل مكرياطة من الساربوكس هاي ايش هاي دبكحها ولا ايش اه كاباتشينو بريميوم انسونت اه ساربوكس احنا عمنا الماكينة هاي بس اي تينك انه هاي القلب تبعتها صغيرة لا احنا لدينا اكبر اه اوكي هاي نايس هاي يا جماعة اللي هي اللي بتحطوها بتحطو فوقها ميسوخنة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة كياس اوكي اه اربعة ايلي واحد ايلي اه انت شو بيش اخوة كريسبي واكر سويت وافل هاي يا جماعة اللي هي الوافل بتعرفوها لزي البانكيك بس بتنعمل بقلب الماكينة هاي هاي نفتحها نشوف لازم الحماجية تغلب اوه نايس حلو الفكرة هاي بنحط عليها سيرط قاسية شوية كراكرز هدول هم كلهم اه لازم كراز تانكيو كتير اوه بصراحة انت بتعرفوا كيف تحضر عظيمكم بمناسبة جماع مع كراز من المحلات الأليلة جداً بالبلد اللي كل بضعتها من أميركا تيجي اللي برايس كتير ريزنبل مش غالي ومش رخيص يعني فوق المتوسط بشوي بس اللي موجود عنده مش موجود عند غيره المحل كتير كوزي كتير لذيز في عندهم سيكشن للدونتز في عندهم سيكشن للكابسولات تبعت القهوة طبعا هذا ما شاء الله حيت كامل المحل كتير بيعملوا قهوة بردو او بالمناسب بيعملوا قهوة عندهم يعني انت لو ما عندك المكينة دخلت عم تعمل شوبيم حتى تشرب اي نوع من انواع القهوة الموجود عندهم في عندهم مكينات محطوطة بحطولك الاشي اللي تشربه وبقدمولك اياه محلي كتير لطيف موظفينه كتير جنتل وكتير هيك بيرحبوا فيك اول ما تفوت بنصحكم تزروا المحلي كتير حلول رح تلاقوا فيه اشياء ما رح تلاقوها بمحلات تانية كانت هاي حلقة اليوم عن الهدية اللي اجتنا انا بتعرفوا يا جماعة طول عمري حوني ما كسبت اشي لحياتي يا مينوه تانكو كارز انو اخيرا نكسبنا شغله مسيس خد زائما بتكسب من ايام المدرسة مع حياته برياته ولا مرثاته اصدواوين انيويز ما تنسونا يا جماعة من شير و لايك و سبسكرايب و انشروا الفيديو بكل مكان وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل اشي جديد نزله تكونوا اول ناس اللي بتعرفوه ستاكي بحبكم نكتير بايا